حسبة أعلنت مؤسسة الموانئ استنزاف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاث بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية وكانت المؤسسة أعلنت أمس توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ وشعيبة والدوحة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد من غبار وسرعة في رياح